ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة من جراء الحصار واغلاق المعابر نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ عشر سنوات وتشديد اغلاق المعابر يعاني سوق العمل الغزي من ركود اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة التي تفشت ولسيما في صفوف الشباب نحن نتحدث اليوم عن معدلات بطالة تتجاوز 43% ما يزيد عن ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة بالاضافة الى تفاقم معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين لتتجاوز ما يزيد عن 70% كل هذا نتاج الحصار المفروض نتاج ضعف الانتاجية في كافة الانشطة الاقتصادية نتيجة الازمات التي يعاني منها قطاع غزة الحل الوحيد والحل الامثل والحل المطلوب هو انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فتح المعابر التجارية امام حركة الواردات وحركة الصادرات وحرية كاملة ولا يجدوا خرجوا الجامعات وحملة الشهادات العلمية في القطاع فرصة للعمل حتى في المؤسسات الرسمية التي لا تقوى على دفع رواتب موظفيها فيش اي عمل فيش اي حاجة يعني البنادم اليوم قاعد انا هنا كانت 60 شيك 70 شيك يعني اليوم بحصت 15 شيكين البنادم كان قامل 10 سنين 8 سنين ايام المعبور ما كان فاتح اما الاثقال التي القتها البطالة على المجتمع الغزي فتمثلت بتأخير سن الزواج وحتى العزوف عنه وحتى الاطفال لم يسلموا من ذلك فبات اولياء الامور يجبرون اولادهم على ترك مقاعد الدراسة والعمل باي مهنة لتأمين دخل جديد للأسرة اشتركوا في القناة